وينضم إلينا في الستوديو سيد حبيب عقيقي كبير محلي الأسواق المالية بشركة تريد بيديا أهلا بك سيد حبيب HSBC يحذر من فقاعة في أسواق الأسهم تدفعها للتراجع بأكثر من 20% ما تعليقك على ذلك؟ صحيح لنا تقرير HSBC مهم جدا في عدة أسباب تدعي للألأ وكنت أشرت لبعض مننا بلقاءاتنا السابقة إذا منتطلع منلاقي أنه أرباح الشركات عم تنخفض بآخر سنة ونص إنما أسعار أسهم الشركات نفسها عم ترتفع وهون بنعرف أنه في خلل ما الارتفاع بأسعار الأسهم ما بيعكس النمو نفسه صحيح أنه معدلات النمو جيدة إنما في تباعد بين الارتفاع الحاد بأسعار الأسهم والنمو الحقيقي أسعار الأسهم عم ترتفع جراء عمليات التحفيذ من قبل صانعي السياسي النقدية وهذا أحد العوامل العمل آخر لارتفاع أسعار الأسهم هي أنه المستثمرين ما عندهم خيار آخر للاستثمار فالفوائد هي سالبة إلى سفر بمختلف أنحاء العالم عائدات على السندات كذلك الأمر سالبة وابتصل بأفضل الحالات إلى واحد ونصف بالمية فهذا عم يدعى عم بيخلي المستثمرين يلجأوا لأسواء الأسهم ليحققوا عوائد إذا ندرس الأساسيات ففي عنا بيانات التجارة الصينية هي إلى تراجع حركة الشحن البر والبحر إلى تراجع معدل شراء الشاحنات الضخمة إلى تراجع هذه الشاحنات مسؤولة عن نقل البضائع فكل هذه الأرقام تدل إلى ضعف الطلب والانكماش بالاقتصاد هذا الأمر سيؤدي بوقت من الأوقات إلى فقاعة بالإضافة لهذه الأساسيات هول فنيا الأسواع تجهز لإكمال نمط انعكاس يلي هو الهدن شولدرز أو الرأس والكتفين نمط فني نمط انعكاس على كافة المؤشرات الدو جونز والأس ان بي وإذا تم اكتمال هالنمط هيدا هيدا بيخلي النهج الأساسي الفني يتوافق مع النهج الأساسي ولما يصير في عنا توافق بين النهجين بتشهد الأسواع حركة توجهية قوية الأرقام اللي يجب أن يترقبوها المستثمرين هي الـ 17800 للمؤشر داو جونز والـ 2095 للأس ان بي إذا اخترقنا هالمستويات هاي رح تشهد الأسواع حركة هبوطية حادة وممكن تشهد ذعر جراء عمليات جن الأرباح وتسجل خسائر كتير كبيرة نعم ننتقل إلى الذهب اليوم أنصة الذهب مستقرة تقريبا عند 1250 دولار للأنصة شو تطلعاتك المستقبلية للذهب؟ صحيح الدهب عم يشهد استقرار بالقرب من منطقة الدعم عند 1250 بالرغم من الهبوط إلى مستوى 1246 نهار الجمعة ارتفع الدهب وإدر يستقر فوق هالمعدلات هاي أساسية يعني ما في أساسيات بالسوء دعم حقيقة لهالهبوط بأسعار الدهب فالبيانات التجارية بالصين ملف دولتشي بانك يلي مازال مفتوح وعم بيهدد القطاع المصري في عالميا مسألة البريكزيت وتداعيات على الأسواء كافة والحديث عن هارد بريكزيت كل هالأسباب كل هالعوامل بتأدي لزيادة الطلب على الدهب مش العكس كما أنه مسألة رفع الفوائد أصبحت مسعرة إلى حد كبير بالأسواء تنبتعد شوية عن الأساسيات فنيا الاتجاه هبوطي خصوصا مع اختراق مستوى 1300 إنما مع الاستقرار بالأرب من مستوى 1250 لازم نبدأ نفتش على انعكاس بالأرب من هذا المستوى وبالتالي الارتفاع فوق مستوى 1265 برأيه سيخلع حركة صعودية جديدة باتجاهها 1300 وال1310 جديد وممكن يساهم بهذا الأمر الهبوط بأسعار الأسهم نعم أيضا لاحظنا أن النفط أيضا مستقر عند مستويات الخمسين ما قراءتك لاستقرار النفط عند مستويات الخمسين باختصار؟ بدأ الجمعة التراجع عن النفط واستمر بالتراجع لليوم السبب الأساسي وراء التراجع فيه سببين بالحقيقة السبب الأول هو عمليات جن الأرباح وهذا أمر طبيعي بعد الحركة التوجهية الأوية أما السبب الآخر فهو زيادة الزيادة بالإنتاج المستمرة أوبك إنتاجها عند أرقام قياسية روسيا إنتاجها عند أرقام قياسية بأمريكا منصات الحفر عم بتزيد أسبوع بعد أسبوع لذلك بالإضافة إلى أنه فهذا كل المسائل عم بتقدلها شكوك عند المستثمرين حول إمكانية نجاحها الاتفاقية الاتفاقية عندها تحديات كبيرة منها التمكن من يعني نقدر نلاقي كوتا فردية لكل الدول التحدي الآخر هو التزام الدول بهالكوتا هاي لذلك بيستسعب جدا الارتفاع إلى مستويات جديدة بالنفط وبتوقع تقلب حاد جراء التصاريح المنتظرة بالأيام القادمة نعم سيد حبيب عقيقي كبير محلل الأسواق في شركة تريد بيديا شكرا جزيلا لك شكرا لك رامان